السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مجددا في قناتي معا للرقي بالتعليم في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم طريقة الحساب الدهني عن طريق الأصابع يعني سيقوم بحساب عمليات طويلة جدا بأصابعه فقط وسيحسبها دهنيا ولكنه سيستعمل أصابعه للقيام بهذا الحساب إن شاء الله سأعلمكم هذه الطريقة لكي تستطيع تعليمها لأبنائكم أو لتلاميذكم أولا أول شيء سأبدأه هو أن يدي اليمنى تمثل الوحدات وفيها تسعة يدي اليمنى تمثل الوحدات فيها تسعة ثانيا يدي اليسرى تمثل العشرات وفيها تسعة وتسعون هو لكي يحسب أعطيه عملية فيها وحدات وعشرات سيستخدم فقط أصابعه عندما يتعلم هذه الطريقة مثلا أعطيه ثلاثة وثلاثون زائد اثنان وعشرون زائد خمسة وخمسون إلى آخرية عملية فيها الكثير من الأعداد ليجمعها سيحسبها ذهنيا بواسطة أصابعه عندما يتدرب على هذه الطريقة سيصبح الحساب سهلا جدا بالنسبة لهذا الطفل سنتدرب على الوحدات كيف أحسب في يدي تسعة أصابع كيف يدي اليمنى فيها تسعة عندما أغلق يدي هذا صفر ثم واحد هذا واحد الشاهد هو واحد اثنان ثلاثة أربعة أعيد يدي مغلقة صفر ثم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة هذا الإبهام لوحده هو خمسة أعلم الطفل أن الإبهام لوحده هو خمسة عندما يفتح إبهامه هي خمسة الإبهام يمثل خمسة ثم خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لماذا هنا تسعة؟ خمسة هذا خمسة زائد واحد تساوي ستة خمسة زائد اثنان تساوي سبعة خمسة زائد ثلاثة تساوي ثمانية خمسة زائد أربعة تساوي تسعة سأعد يدي المغلقة صفر واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة هذه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هكذا تسعة خمسة زائد أربعة تساوي تسعة الآن كيف سيستعمل أصابعه؟ مثلا أنا أقول له في الحساب الدهني خمسة زائد اثنان سيقولوني مباشرة سبعة عندما يتدرب عليها ناقص واحد ستة انظروا خمسة زائد واحد تساوي ستة سيحسبوا كل شيء بأصابعه زائد ثلاثة تسعة هكذا بسرعة عندما يتدرب عليها ستعطيه عملية فيها عشرة أرقام أو احدى عشر اثنى عشر رقم عشرون رقما سيحسبها لك فقط بأصابعه وعندما يتعلم العشرات سيكون أفضل قلت له خمسة زائد أربعة سيقولوني تسعة ناقص اثنان سبعة إلى آخره زائد واحد ثمانية هكذا أعطيه عملية طويلة أكتبها له في الصفورة سيستخدم مباشرة أصابعه ويستخدم في الأساس ذهنه عقله سيستخدم لهذا يسمى الحساب الذهني لأنه سيستخدم ذهنيا هو سيستعمل في البداية أصابعه فقط لتساعده على الحساب لو تعطيه عملية كبيرة سيحسبها عندما يتدرب سيحسبها ذهنيا ويعطيك النتيجة ربما أسرع من الآلة الحاسبة في الفيديو القادم إن شاء الله سأعلمكم العشرات وسندخل في حساب العشرات والوحدات إن شاء الله نلتقي مجددا في فيديو جديد وفكرة جديدة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء